طريق وعرة تسير فيها صاحبة الجلالة في العراق والعاملون فيها أكثر من خمسمائة صحفية وصحفية فقدوا حياتهم في ظروف مختلفة منذ عام 2003 والمسؤولون كثر على رأسهم القوات الأمريكية التي قالت إنها ستجلب الحرية لهذه البلاد لكن الواقع غير تلك التصريحات التي انطلقت لتبرير واشنطن للغزو انتهاكات عديدة لا تزال ترتكب بحق العاملين في مجال الإعلام في بلد تصنفه منظمة مراسلون بلا حدود كثالث أخطر بلد على الصحفيين عالميا لعبت فيه أيضا الأحزاب الحاكمة دورا بارزا بتلك الانتهاكات وهي التي كانت تقول يوما إن دستورها سيكفل حرية التعبير والرأي ويصونها والنتيجة اغتيالات واعتقالات وإبعاد عن العمل وقوانين يصر البرلمان على تمريرها الغالية الأساسية منها كما تشير منظمة العفو الدولية هي تجديد القبدة على حرية التعبير في العراق وتؤكد العفو الدولية أن مناخ الإفلات من العقاب قوض الحق في حرية التعبير بالعراق لصالح الميليشيات تلك التي كثفت استهدافها لكل من يعارضها وخصوصا الصحفيون والمكاتب والمؤسسات الإعلامية والتي شهدت بالعام الماضي أكثر من اعتداء في وقت أعلنت السلطات فتح تحقيقات دون جدوى ولم تعلن أي تدابير أخرى لحماية العاملين في مجال الإعلام الأحزاب الحاكم التي عتلت سدة الحكم منذ عام 2003 لم تقف عند هذه الانتهاكات بل توجهت لإيجاد إعلام تابع لها حيث يقول مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد إن غالبية القنوات الموجودة بالعراق هي خاضعة للأحزاب والميليشيات والشخصيات الاقتصادية الموالية لها ما يعني غياب أي مساحة للنقد وحده الإعلام الحر بقي ينازل طواحين الفساد التي غذتها العملية السياسية وتقول قناة الرافدين التي تحتفل بمرور سبعة عشر عاما على تأسيسها إن محاولات خنق حرية الإعلام لم تتوقف في ظل سعي الاحتلال والعملية السياسية لترسيخ الطائفية وتغييب أصوات العراقيين والتي تريد لشمس الحقيقة أن تجلي الظلام والذي خيم على العراق منذ عشرين عاما باسم نشر الديمقراطية